وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإخراج استدفة مصر للقمة العالمية كوبا 27 للمناخ للعام القادم على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة فضلا عن عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وذلك لمتابعة تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوبا 27 للعام القادم اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور ياسمين عبدالعزيز وزيرة البيئة والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 للعام القادم 2022 وقد وجه السيد الرئيس بإخراج هذا الحدث العالمي الضخم على أرض مصر على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة في إطار جهود الدولة الحثيثة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة وكذا عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 كما وجه السيد الرئيس بتعزيز مهام اللجنة العليا المشكلة في هذا الصدد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية لصياغة خطط عمل تخصصية للإعداد للقمة من كافة الجوانب مع عرض تقارير متابعة دورية في هذا الخصوص وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية من قبل جهات الاختصاص فضلا عن التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ في مختلف الدول باعتبار أن هذه الفعالية تمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة عقادها بالإضافة إلى خطط الحكومة لاستثمار استضافة المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من خلال الترويج السياحي لمصر وإقامة معارض متخصصة على هامش المؤتمر فضلا عن الدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ وإتاحة الفرصة لإبرم شراكات مع المؤسسات الدولية المختلفة لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغير المناخ في مصر ترجمة نانسي قنقر